الواحد ما بيحبش يعني يزدق الناس خصوصا انه هما مزدقين كفاية لكن ما هو انت اللي جبتوا نفسك يا اخي يا عزيزي يا سيد العزيز عبدالله الكعبي الاعلامي الاماراتي الشهير والمعروف ليه يعني الواحد كان المفوض يتعلم من التجارب السابقة الاهلي لما قبل كده لعب اتحاد جدة مش عارف قال لك الايه وحيحصل ايه وكذا والاهلي لما لعب الهلال حصل ايه وكذا لما لعب الدحيل حصل كذا فلم يتطعذ الزميل العزيز والاعلامي الشهير عبدالله الكعبي وطلع بما قلته الشهيرة قبل ايام من المباراة قال لك يا ويلك يا الاهل المصري يا ويلك من جمهور الاهل المصري يا عبدالله مساء الورد وعليكم السلام مساء الورد أنا طبعاً في البداية طبعاً أنا أشكرك على الكلام الصيد في جهة طبعاً سيدة رئيس الجولة دولة الإمارات العربية المتحدة لانت عارف طبعاً علاقة الإمارات في مصر علاقة قديمة صحيح منذ سنوات خويرة طبعاً نعم دولة الإمارة طبعاً عندها قوانين وعندها أمور وعندها لوائق وعندها بحثت النهور طبعاً تخص كل جولة نعم طبعاً نبارك في البداية لإدارة نادي الأهل المصري نبارك الجمهور طريق أهل المصري وعشاقة المحدي ولاعديه وصاطيره الله يبقى فيه طبعاً دي هذا الفوز الكبير العريم جيس حفظ طبعاً هذا الفوز على ممثل دولة الإمارات العربية المستحيلة طريقاً كان ليه بقى؟ كان لزمه ايه بقى أن انت تنكشنا؟ أنا بحبكم أنت عارف بحبك شوي ينجش في شوي يعني أيوة صحيح دي النقشة كده لازم منقشة المحبين ما سمعت وقتنا مناكشة المحبين طبعاً أكيد لنا كنت عارف طبعاً يعني التواصل الآن في الرياضة والسوشال ميديا يطلع عن أنك عنوان معين سواء إيجابي أو مكلبي ياخد طبعاً أبعاد كثيرة يعني لأنك صراحة يعني أقولك وانا يجب فيها عن عواق شرقك هي من ناوشة قدية نتبقى طبعاً الشعب المصري جمهور المصري نتبقى من جمهور المصري شرع رياضي صحيح صحيح لا بصراحة والله يا أخ عام يا أخ عبدالله الإماراتيين في روحهم الرياضية وتقبل الخسارة مبارح ومبركتهم للأهلي ضربوا مثل كمان في الروح الرياضية وفي الأخلاق وفي الاحترام بشكل كبير صحيح لأنه أنت عارض العلاقة بالإمارات بمصر يعني العلاقة بالمصر بالإمارات يعني فوز مستحق فوز عريض ومن تكون الرقم كان أكثر من هذا السكور وانت عارض يعني طبعاً النصحان بغيشة حارس نادرين كان نجم المباراة بالأمس العميس لكن يعني الحمد لله أخذ هذا تقدر جرس فريقة الآن جرس الأمور الفكتشية أو الحمد السلبيات طريقة الحين واتفوق طبعاً على شيء تريده مجرد طريقة العالم طيب سؤالي ليك بقى بمنتهى الأمانة بعيداً عن المناكشة والمشاكسة اللي مطلوبة وموجودة طول الوقت في الإعلام الرياضي ما بين الفرق وما بين المنتخبات هل فعلاً قبل المباراة كنت متخيل أنه يويل الأهلي أو أن العين قد يفترس الأهلي هنا في استاذ القاهرة بين ملعبه وجمهوره طب بالصراحة أيوة أعطيكي أنا بلاطة بالصراحة أنا توقعكي فريقة العين فوس يا رجل والله هنقولك ليش ليش أنا أقولك شو الأشبار توقعك فريقة العين فوس شوف فريقة العين محلياً مش سيئين أسيوياً تشوفهم في شكل مختلف أسيوياً فريقة العين مرعب نعم محلياً لا أنا كنت فش فريقة اللاهي المصري نبت على مباريات السوبر مفريبي مثل ذلك السوبر المحلي آه عضيه طالما عضيه طالما المعربي ما أقدمه باقي اعتمادياً يمكنكي أول مباراة علاقة طبعاً تدخلوا وانسجر مع طريق نازل العين ومكسر كبير طبعاً طريق نامل العين عشرة من داري طبعاً مصاب أنا قلت ممكن مكتفة تقول طبعاً لطريق العين وطبعاً مش التنقاف من طريق اللاهي المصري لا لا أنا توقعات أقولي بوجود سجار رقيمي بوجود دابة بوجود سلط الأمامي اللي تطوي بفريق العين لا سيش لا تسمع أريك من دل أحضار لكن من أطف يعني نباح بفريق العين ما أقدم أي شيء في كرث الخجر على هذا الأساس من هذا المنطلب أنا بارك بالفريق العين المصري لذلك أنا مضروف على هذا الأداء وإن شاء الله تركون البعيد بدنا الله تعانى على المستوى الله يبارك فعمرك بحييك وبحيي كل أشقائنا في الإمارات العربية المتحدة مبارح كانت قمة في الأخلاق وفي الاحترام وفي المودة والحب قبل ما تكون قمة في كرة القدم وإن شاء الله دايما الخير والمودة تجمعنا بحييك يا أستاذ عبدالله الكعبي وأنت لك من الاحترام والحب وأنت إعلامي كبير وشهير وحنقبل مناكشتك ومشاكستك بدليل المحبة والصداقة شكرا جزيلا ونلتقي على خير دايما فيها المحافل والمناسبات الرياضية ما بين الإمارات ومصر أستاذ دامر دايما العين بالعين والسن بالسن والأهلي أقوى الحمد لله الحمد لله رب العالمين وألف ألف مبروك الله يبارك فيك بجد للا حلوة والحقيقة أنه رغم أن الفرحة كبيرة ومستحقة بس الحقيقة كمان أنه ده مش غريب يعني أنا ما كانش عندي أدمى شك رغم اهتزاز مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة ما بين مباراة مش قوي في السوبر الأفريقي ومباراة أحسن شوية في السوبر المحلي ومع ترقبنا لقوة العين والكلام بتاع اقتحامات وغزوات العين اللي بيعملها في آسيا مع الفرق الكبرى لكن ما كانش عندي أدمى شك أنه الأهلي أول ما بيتحط في الامتحال بتظهر معادن الأهلي الحقيقية والشواهد قبل كده كتير ومش عايزين نزعل يعني فرق تانية لا إحنا مش نزعل بس عايزين نسأل على حاجة كم سنة الأخيرة الفرق عموما العربية تحس كده أنها لما تيجي تقابل الأهلي كتحضير بتستسهل وتحس أنه من كلامه وطبعا الفلفل والشطة بين الجمهور الحلوة ده بيبقى عالي أوي 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 وأن احنا مقابلة الأهلي دي سهلة بالنسبة له وكل مرة الأهلي بقابل المرصاة الحمد لله العين لما جين برحينا القاهرة وشرفنا ونورنا استسهل مقابلة الأهلي لا طبعا لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده لسبب لسبب لتلات أربع اسمام السبب الأول أنه في النهاية أنت بتلعب على طولة كبيرة فخبرة سواء كريسبو المدير الفني الأرجنتيني لنادي العين أو لعبت العين اللي هم كلهم محترفين دوليين حتى لو في النهاية هم بلعبوا على لقب كبير وبطولة كبيرة وعندهم طبوحات أنهم يوصلوا فيها لأبعد مدى وصلوا النصف النهائي وللنهائي كمان ده رقم واحد رقم اتنين عارفة المباررة وكانت على أرضهم ووسط جماهرهم كان ممكن نقول أن هم بتاعين شوية وكذا كان هم عارفين أن هم جايين استاد الرعب وجايين استاد الأهلي وعارفين أنه استاد القاهرة وعارفين أنه جمهور الأهلي جمهور مخيف ومرعب فبالتالي وطبعا كل ده بخلاف اسم الأهلي وتاريخه فمستحيل يكونوا استهال هو في سببين في رأيي هم اللي أدوا إلى الصورة اللي ظهر عليها نادي العين مبارح واحد ولازم نقرر ده أن العين أساسا في الفترة الأخيرة لم يكن في أفضل مستوياته يعني مش العين مثلا كان عمل مبارايات قرافية قبل ما يواجه الأهلي تسمح لي أقولك حاجة مهمة قوي أن أنا كنت لحد مبارح قبل المباراة لحده والله أول ربع ساعة في المباراة أنا مرعوبة عايز أقولك أنهم الهلال كسب خمسة أربعة المباراة كانت مفتوحة بس الفكرة في شخصية العين الإماراتي قدام الهلال ووسط جمهوره أنه لها فارق معاه وصولات وجوالات هي بس مش الأسبوع اللي فات هي الأسبوع اللي قابل الأسبوع اللي قابل من فترة ده رقم واحد رقم اثنين العين لعب أعتقد بعد المباراة دي مباراتين في الدوري خصر المباراة وتعادل المباراة وكذا لم يقدم أفضل شيء حتى مباراة الهلال خد يبالك مباراة الهلال دي اللي يبص عليها بتحليل جيد يكتشف ثغرات ومشاكل للعين مش قوة العين يعني آه صحيح هم عندهم القدرة على التهديف وخط الهجوم يوم عروف لكن مشاكلهم الدفاعية فضيعة وانا قلت لك لو تفتكلي الأسبوع اللي فات ويبدو أن كولر سمع الكلمتين بتوع العبد الفقير إلا الله الأسبوع اللي فات لما قلت لك عايزة تكساب العين ما تطلعهمش بالكورة وظل حصل مباراة الأهل رجع لي عادته المحترمة وهي فكرة الضغط على الخصم لدرجة أن العين فقد الميزة الأساسية بتاعته في أنه طلوعه السلس بالكورة مرتين تلاتة اللي نفع يطلع بهم في الكورة هو اللي شكل فيهم خطورة على الأهل غير كده كان الأهل يجهد الهجمات من الأول وعمل دربكة ولعبت العين في الدفاع زي ما قلت لك عندهم مشاكل كثير سيستمر كورة عمل مباراة حاجة غريبة قوي أنا أول مرة بشوفها منه يعني كورة معروف بالضغط وكورة الهجمية بس الفكرة أنه مباراة كان بيدغط أنت هتبني الهجمة من تحت أنا موقف لك خط دفاع يضغط عليك مش هلعرف تطلع بيها طب كورة طويلة بقى من حارس المرمى تحس نص الملعب كله أهلي حتى لو نزلت هتنزل عند الأهلي برضو يعني كورة طويلة تبني الهجمة من تحت أنا ضغط عليك ما هي هي محتاجة بس شجاعة رقم واحد وليقها بدنيا ودول توفروا ورغبة في اللعين طبعا ودول توفروا عشان كده نتيجة زي ما أنت شفتيها بس السبب التاني اللي أنا كنت أكلمك عنه فيه اهتزاز مستوى العين بخلاف أنه هو مستوى الفني لم يكن أفضل حاجة في الأسبوع الأخيرة جمهور الأهلي ده على فكرة ده مش كلامي يعني مش إحنا مثلا نحاول نعظم في جمهور الأهلي لا جمهور الأمبارات نفسه لا ده كريسبو مبارح في المؤتمر الصحفي كريسبو المدير الفني في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراة أول كلمة قالها قالك أنا لعبتي ما عرفتش تلعب إحنا نزلنا المباراة دخلت المباراة مسروقة مننا ولمدة عشرين خمسة عشرين تلاتين دقيقة مش عارفين نلعب لأنه اللعيبة كانت متوترة ومرعوبة وتايها بسبب الزخم الجماهيري للاول مرة يشوفوه واول مرة يشوفو تأثيره وأنا حتى كمدير فني كان عندي مشاكل في استيعاب الأمر في البداية فده باعتراف المنافسة أنا كلما بتكلم مع أحد بقوله إيه إيريك ده اللي في الباك بتاعهم يخوف وبيعمل صناعية كده مع صفيان رحيمي وبتبقى قلق وشفتها ومش عارف إيه طاهر محمد طاهر مبارح تقريبا كده محاة من الملعب ده غير الجمهور الأهلي اللي ورهين مرافو عليك لأ ثانية واحدة عشان دي لقطة حلوة كويسة أنت خدت ملك منها في ناس كتير مبارح أنت عارفة أن طاهر بقاله مطشين عيب ترجمة نانسي قنقر